اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابنى خيرة السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابنى سيد الوصير السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة سعى العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوترى الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله لقد عظمت رزياء وجلات وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلات وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمتان أسسات أساس الظلم والجور عليكم أهل البايت ولعن الله أمتان دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتان قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني يومية قاطبة ولعن الله بن مرجان ولعن الله عمر بن ساعد ولعن الله الشمراء ولعن الله أمتان أسرجات والجمات وتنقف أتلقتالك بأبي أنت وعمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني يتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإلى الله وإلى الله وإلى الله إلى رسوله مما نأسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاتي وليكم وبالبراتي من أعدائكم والناصبين لكم الحرب بموالاتي من أشياعهم وأتباعهم إني سلمون لمن سالمكم وحربون لمن حاربكم ووليا لمن أولاكم وعدوان لمن عاداكم فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفت أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدقاً في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثأركم مع إمامين هدى ظاهرين ناطقين بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاببكم أفضل ما يعطي مصاباً بمصيبة وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلواته ورحمته ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمده وآل محمد وممات محمده وآل محمد اللهم إن هذا يومون تبركت بي بنو ميا وابن آكلة الأكبر اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقفين وقف في نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العنى أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية علينا منك اللعنة أبداً آبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله علي اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب العليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم ملعن أول ظالمين ظلم حق محمد وعال محمد وآخرة تابعا له على ذلك اللهم ملعن العصابة التي جاهدت الحسين وشاععت وبايعات وتابعت على قتله اللهم ملعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعلوا الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالمين باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالث واروابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن ساعد وشمراء وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيميني رزيتي اللهم ارزغني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجعهم دون الحسين اشتركوا في القناة شكرا